السلام عليكم كديرين بخير اللي بس عليكم كنت منا تكونوا بخير وعلى خير وصحتكم على خير وما ناقصكم حتى خير وبحل ديما نعطر الفيديو دي النفس الصلاة عن النبي اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الفيديو دي اليوم غدي يكون قصة القصة اللي كيعطي بالقياس واللي كيحن بالقياس واللي ما كيعرفش معه مني التعاشر ولا معه مني التعامل مشي أي واحد في صراحة بعد المرات كان حنه وكانت عامله مع أي واحد وكي ما بغى يكون كان قوله غير دير الخير ونسأه ولكن قبل ما دير الخير وردي بالكم زيان اسمعي القصة دي كلتوم اشنو غدي وقع لها السلام اسميدي كلتوم عندي 34 عام وعندي جوج وليدات توام الله يخلي لكم وليداتكم يولا لكم تخدامنا واحد السيدة صاحبتي كنا مشاركين في واحد المحال ديرينا الشيدي الحلويات اي حاجة تعلقات باتيسري كنا داخلين بالنص وخدامين مزيان شي سبع سنين دي الخدمة انا وياه ايوه مني تزوج تعطاني الله جوج وانبنت وما بقيتش قادرة على الخدمة ما قدرتش نوازن ما بين الخدمة والطربيه ما قدرتش في صراحة حيط الخدمة ديال الزنقاء والدر ما كيت جمعوش وجوج بنت راتبارك الله ما شاء الله رمساهلين شراه تتبدير بالضوبل وتدوش بالضوبل ومشات بالضوبل وليكوش ومدراسة المهم أي حاجة من هالضوبل قدرتش نقول لكم ما غدي حسبيه غير اللي انتو جوجتوها مني بغيت نقلس من الخدمة اديك سيدة صاحبتي بعتليها حقي في الماحل كما قدرتكم داك الماحل كنا شارين ومشي كنا كارينو وهات السيدة كانت كتر من ختي كنا كن لبسو بحال بحال كن مشيو الحمام بجوج اي حاجة كان صافره بجوج اي حاجة كنا كنديروها بجوج مكناش كنت تفارقه وصبح الله العظيم بعض المرات كنت تعطي الله شي صاحبتك كتكون بحال اختيك وليك كتر من اختيك مهم خديت حقي في المحل وقلست في الدار وقابلت بنياتي وخدت فارقنا انا وديك صاحبتي بقت العلاقة دينا مستمر وزوينا مفرقتناش خدمة ولا مفرقتناش الزوج كن مشي عندها وكتجي عندي واحتمل ايات كنت جمعه وفي المناسبات بحال ليلة مشيت عند ختي وكتر انا كنلقى عندها راحتيك كتر ما كنلقىها عند ختي الحقيقية ختي كنحشم منها وكنحشم من رجلها وحساد سيدة راحتي عند قديس ما كنحشمش منها ولكن كنلقى صبح الله العظيم راحتي عنده وها هي كذلك سي كتلقى راحتي عنده وهات صاحبتي كان ديما كتعودية على واحد بنت خالتها ديما كانت غيكت عودية لها واحد بنت خالتها مسكينة الناس علاقت الحال وخرجوها وديديها من القراية وصيفتوها تخدم في المدينة في الديور عند العيالات وتكرفسات بزيف راكم عارفين منيكت كل بنت قاصير وكي خرجو والديها تخدم في الديور هي مسكينة غيكت تخدم والديها كي يشدوا الفلوس وكون غيكة نهيت شي وكي تتكرفس من الفوق حتى الواحد النهار اخطبها واحد السيد وتزوج بها وحتى هذا السيد اللي اخطبها وتزوج بها حتى هو الحالة ضعيفة بزيف ولدت معها ثلاثة الولاد من تابعين واحد تابع واحد يعني منين ولدت ثلاثة الولاد واحد تابع واحد ما بقعتش يخدمه ومعونه يبقى غيه هو اللي يخدمه والحالة ضعيفة كما قلت لكم ما في حالهمش ورجلها غي طالب معاش ومشي شي خدمة ولا شي وريقات ولا هذا وحتى وليديها اللي يغطمع فيهم يعونوها ولا يوقفوا معا حتى هم ممسك نرى ما في حالهمش ويمسك نتكرفسات حتى من العيد مكن يلقوش بش يشريوا وكون غير العيد العيد راليه الدورة لا يكلف الله نفسا إلا وزعها ولكن حتى من المدراسة وحتى من الحويج الضروريين اللي يخصوا الوليدات مثلا الحليب ليكوش ولا بش يدخلوهم دراسة ولا هذا ما عندهمش حتى الوحد النهار عرفتني الليها صاحبتي اتشي كانت غيكة تعودليها ومشينا حتى لعندها فين ساكنة وبركنا معاها وانا غيكة نشوف والصراح حضرني خاطري منين شتافين ساكنة وحد البلاسة ساكنة فيها فتيرا متقدري يشجلسي فيها ما عندها تلاجة ما عندها تلفازة وما عندها بوطة وعندها واحد البوطة وكان صغيرة وواحد الفراش مكرفس بزيف وذلك الفراش كنت أسو فيها دكتلات الوليدات وعادة هيو الراجل ومهم واحد الحالة مكرفس بزيف وبقات فيه ودرني خاطري من جهزة وخاحت انا راه مرأة لقد الحال زيانا مشيش وحدة لاباسة لها والناس اللي ضايرين بها ولي كيعرفوا حالتها مهم كل واحد باش كان كيعونا كيعطيها ليكوش كيعونا بالحليب مهم انا مني خرج من عندها بقات فيها وكان عندي واحد تلفون عادي كان عندي تلفون في واتساب ودكتشي وكان عندي واحد تلفون في الدر حدي غير محطوط واجبتوا ليها اعطيتوا ليها باش نلقوا في انتواصلوا معاها وقلت مع راسي مشي نشوف حتى صحاباتي اه باش زعمان نقطار حليهم فكرة ونوليهم نتعاونوا وننصف طوليها ونصف طوليها باش كارتون وستمر لقد أخذتها للمشاهدة كارتونة كبيرة في الكار ونصفتها في العواشر ورمدان وعيد كبير ونصفتها تبارك الله نشاء الله خير والبراكة كنت أعود لكم لتمنع لها لا 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 كنت أعرفوني لا أعرفكم لتمنع لكم لتمنع لها لكي نوضح لكم القصة جيدة ومشي غيرا كما أعطيها لا أعطيها انا قائع الناس لكم معوضة لهم قصتها وكل تقلق لها الحواج كل تقلق لها الكتوبة في وقت مدراسة الحليب ليكوش دقيق دقيق سكر الفلوس والزيت مهمة مرة أتبارك الله مشاء الله أعرفها تقلق لها الفازا بلازما كما كان يكون عندها غير ولا تقلق لها جالم ليس صعبون أو شيء يجب أن تحسن في رمضان يجمعنا لها جوش كراطن سيفتنا لهم كل شيء يجب أن يخرج سيفتنا لها جوش كراطن سيفتنا لها جوش كراطن سيفتنا لها جوش كراطن جوش كراطن سيفتي اتبخل سيفتنا جزء سيفتنا فريد ثم تفضل أبو الأول و يتجد أمام عشرين ، بقيت مقليلة في حلقة ايضا و يجد أمام العقد في قائمة و قلت أن أفبالي و ليس هناك ولكن سألت لي بقي سيطرف من قبل أن يقرب له هذا الأول مرحبا و يجد أبو و يزود و يجد أخيره في الكرتونة و لم يجد أخيره وضعه في بلاستيكة وضعه في بلاستيكة وخشيته في الكارتونة واحد النهار بغيت نحيضه من الصاك ملقيتوش مخليت فين قلبت عليه الدار كامل وانا متأكدة خليته في الصاك وعطيتهم قتلات يا ربي تسمح لي ولكن اخوه مصغر وما عارفين شو ما كان وغيك يلعبه ولكن انا تعصبت حيث ما خليت فين قلبت عليه والعقد الزواج ماشي ديالله ومعرفت شنو ندير وراجلي صعيب شوية وفيه نقير بزاف وخام تكونيش الغالط ديالك ما كيسكوتش كي بقى يغني ليك وكي بقى ديمة يلومك وحيث هو صعيب ونقر ما بغيتوش يعرف خصوصا انا اعرف عقد الزواج ليمشى اشجا ما يسكتو وغنولي في يومي لونوها قلت والله هو ما ما معرفش المهم عيط المرة هي بعدها منين صفت ليها الكارتونة ديالشي ثلث ايام وباج ما قلت لي ويلو ما قلت شير انا لقيت شي عقد الزواج ولا شي حاجه مهم اضعي ما في الصخره قلت لي اعرا وصلتني صفت لي ما قلت لكم الكارتونة ديالشي ثلث ايام قلت لي لا اوالو قلت لي وصلت لي اعرا وصلوا الوالو قلت لي اعرا وصلتني الصخره اللاه رحملك بها الوالدين قلت لي هاشوف يالله اعتق سرختي قلبي هذيك الكارتونة ورشتك مجردين والرحاب والزواج ورشتك مجردين في الكارتونة وظهر كثيرا وقال لله لن تحديد النار عندما نصنع ستنرى الثاني وقلت لتعطيتها واتعجسك وصفاة جميلة فتكون طريقا مرادة قلت أشياء جدا احضروا بشيء قالوا بشيء فأنا تبقيه فأنا ستجد لقد قلت لدينا الفلوس مع اختكم صدوما ما بقيت عارفة وش سيد كيدحك ولا داوي بالصح انا بكل عفوية قلت لي الله يا ودي سيساعد واشحنا بيناتنا هات الشي راكم عارفين بحرمي كيشدفك شي حد على شي حاجة قلت لي شحال بغيتي جوجك مليون 3 مليون انا غي كنت نضحك معه قلت لي بغيتي نكتب لك الدار غي يقول لي شنو بغيتي ويتسيف علي السيد قال لي شو فعل الله اللي انطولوه من قصره هذا راوحد اللي كيناراني قلتها لك اراه ما كنت نضحكش معك عقد زواجك ها هو كين بغيتي نصيفطوه لك صيفطلين 10 الاف درهم إلا ما بغيتيش سيري للمحكامة ولا خرجي واحد آخر ولا عرفتش غدير يقول لي هالراجلك حسن هو اللي غيفكك حيت بولت الحرم كان عارف علاقتي براجلي كيفاش ديرا وراجلي صعيب بزيف وكت كانت عود انا ومرت وامرت وحده يوقع لكت عود ليه وصراحة معدي ما نخبئ لكم مراجلي صعيب لدرجات كي ما ديتوا عليا إلا قلت لي هدعت مني شي حاجة يقدر يضربني ولا يدير لي شي حاجة وليت كان قول لي دوز لي يا رحمة دوز لي يا رحمة وأنا مبغاش يدوز لي السعهية لي ما بغتش تدوي معايا واخاك قلت مع راسي عندك يكون سكرين ولا واكل شي حاجة وما بغتش تهدر معايا وهو كان بلي وقايلة بالحشيش ولي هذا قلت سيدرا ما غيكونش في الواعي ديال وملي نهدر معايا بحلاك قلت لي دوز لي يا مراتك ومراته ما بغتش تهدر معايا ايو السعب للأمر وليس كان بكي وكان قولكي غن دير تنصيف طيهم هذه عشرة لف درهم دازع لي يا هدك رمضان كحل كل مرة كي عيطي يقول لي يا واش وجدتي هذه الأمانة قلت لي لا رمزان رمزان كنجمع فيها او تلعي لاتصحاباتي اللي كنا نصيف طوضك شي قالوا لي يا رواقي لغير راجلها يدير لك هكارة نحن سوف نعاونوك منعاوش لكم وليت حالة تدعافيت وليت لون ديالي سفر ومقيتش كنا ناكل ومقيتش كنا نسم زيان اللي شافني سحب لي همريضة بشي مرض ولا في ايش حاجة وليت كنقول ما يمكنش بنادم يكون خبيت حتى لها الدراجة حيث انا ما ادرت فيهم غير الخير وإلا اعطيتها قاعدك 10 لف درهم مثلا كنا اعطيتها لها عندي الفلوس وعطيتها لها وشدوك 10 لف درهم ما غا تساليش وانا كنعاونها على طول العام وفي الاعياد فعيد كبير فعيد صغير فرمدان في اي مناسبة كنعاونوها ايوو انا مني نسمعت ديك الحضراء وتأكد بان هذاك شي بالصح عايت لصاحبتي صاحبتي اللي هي بنت خالتها قلت لها شوفي بنت خالتك ومعايت لها وقلت لها شوفي بنت خالتك عشنو دارت فيها وعودت لها وكل شي وبقعت مسكينة كاتبكي ذاتية ما يمكنش هاتشي ترونتي ما صرفتي فيهم غير الخير ايوو صاحبتي ما تكونش ملعاكزي اللي غدلي صبحت عليها صاحبتي في دارها وانا كنت سنغي الخبر اللي قد قولي شنو طاري وشنو كين وكان قولي يااربي تكون السيدة مفرص هوالو ولا غير راجل هل يمبزز عليها هاتشي ورغم هاتشي كله مبغتش يتقبل لي يا عقلي بانا راه السيدة دائية اللي دارت هاتشي ايو وقيت كانت سنغي صاحبتي حتى هارجعت من عندها وعودت لي يا قلت لي يا راه خرجات عندي وهدرت معايا وخرجت معايا العيب ما هدرتش معايا حتى بآداب وماشي راجلها اللي قال لي هاديري هاتشي هي اللي محرشها بغاو يديروا لك الشنطاج هي وراجلها وهدك الخير كامل اللي دارتي فيهم راه ما قرش فيهم ومعتارفوش به وهو ما دكشي اللي كتصيفت عليهم وره طمعوا بزاف كتر من اللقياس حتى ولو بغي الفلوس انا بقيت غي كنبكي حيث حسيت بوحد الحقرة كبيرة وبقى في الحال انا عامين وزيادة من النهار حط من النهار جعت رجلي من عندها وانا اللي لقيتها كان صيفتها لها وفالاخر يدير لي يا بنا دم بحل وكار حسيت بوحد الشمتة شفت حتى عيث وعودت لراجلي قلت غنعود لي ولي لها لها اللي بغي يديرها يديرها قلت لي محيلة الخوف منك محيلة الطعنة اللي تطعنت عفتي بقيت كان عود لي وكان بكي حسيت بصراحة الغلاط حتى منه ماشي كيساندك ولك يوقف معاك شي اومور ديما يلومك سواء كنتي غالطاولة كنتي ضالمة ولكنتي مضلومة هو ديما خصو يلومك وخصو يعازبك وخاها كتحن في يمسكين قال لي انتي معلك والو انتي بغي تديري غير الخير الدرالي اللي كانوا يلعبوه هزو لك العقد الزوج وداروه لك في الكارتونة عادي هاتشي قال لي ممكنك يوقع وفي صراحة حصده مني فردق الفعل ديالو قال لي صافينا قد ينحلك هاد المشكيل ايوه مشارج لي هو وصاحبه وجابوا لي العقد دي الزوج ولكن والله ما عرفت ليومنا هادا شنو دار معهم واش حتى جابدك العقد واش اعطاهم فلوس ودخل البوليس المهم ما بغاش يقول لي قال لي انا في مكان سولوك يقول لي انا في كي تكمل المشكيل ودخل لي سوق راسك وانهار تبقى تديري الخير ديري فراسك ديري فولادك ولي في شي واحد قريب منك صافي اتشي اللي يخسر علي ما بغاش يقول لي شنو اكشنو دار باش جاب لي العقد ايوه الغزالة كانت هدي هي قصتي وما كان نقولش لكم ما كان حررتكمش على ما تديروش خير ولا ما كان نقولش لكم ما تديروش خير اللي ديرو الخير قدم ما قديتوا ديرو الخير ولكن في حدود متخليوش بنادم منين يشدك ومتعطيش بنادم اسرارك ولا النقطات الضعف ديالك اللي كتقي شرا من احسنت اليها عمالة الله يحفظكم والله ينجيكم والله يلاقيكم ام احسن منكم وردوا بالكم وشكرا على الاستماع كان هذا اول فيديو ديالنا دياليوما خليت لكم الراحة انتلقاوا في فيديو الجاي ان شاء الله باذن الله اشتركوا في القناة